اشتركوا في القناة مناسبة يوم المعلم في كل واحد آذار من كل عام يحتفل في العراق بيوم المعلم ولأن المعلم في ضمير ووجدان وفكر وتاريخ الماضي والحاضر عند العراقيين المعلم قيمة كبيرة لذلك والاحتفال به له دلالاته وله لاحترامه الكبير لكن أن يحتفل بالمعلم بعيد المعلم منذ عام 2003 لحد العام خلال 20 سنة الماضية يبدو وكأنه استذكار لماضي فقط وبكاء على حاضر غريب عجيب وشاث لا يمكن للمعلم في هذا الحاضر أن يكون له دور لأنه همش وغيب دوره وتم الاعتداء عليه في هذه المناسبة قرأت بقيات كثيرة وهؤلاء الذين يحكمون العراق بالمناسبة هم يختارون مثل هذه المناسبات الحديث عنها بطريقة غريبة عجب يعتقدون أن الشعب العراق سيصدق أقوالهم يعني لا تجد دعم للأسرة التعليمية والتعليم هو أساس قيام كل البلدان لا يوجد بلد في الدنيا قامت له قائمة وتطورة ونهضة إلا بالتعليم وإلا برعاية التعليم وإلا بجودة التعليم فإذا لم تكن تجد في العراق جودة في التعليم وما كدعم للأسرة التعليمية لماذا قبل أن تكون رئيسا لجمهورية زوجته التي يسمونها السيدة الأولى ولا أعرف لماذا هذه التسمية يعني تأمناً بأمريكا وما أعرف منه يسمونه السيدة الأولى شنو السيدة الأولى ما أعرف المهم دخلة هذا المزاد وأيضاً ضرورة أن تتقول ضرورة أن تتحول مدارس البلد إلى أمكنة نموذجية وبخدمات صحية وبيئية وتعليمية متكاملة هذا الكلام الكبير هذا ويأنا تحكي ويأنا الشعب وتحكي ويأزوجي وتحكي ويأزوجي وتحكي ويأزوجي ما يسمى بمستشار الأمن القومي أيضاً نثمن جهود هذا ذهب أبعد نثمن جهود الشريحة المعطاء في بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية ومجتمع متماسك ونرصين أين هذا المجتمع المتماسك ونرصين وأين هي وأين هو الجيل القادر على تحمل يعني وين الجيل هذا اللي بنوه المعلمين وين هم المعلمين اللي بنوه هذا الجيل إذا كان هذا الجيل مبني لماذا لدينا كل هذه البطالة لدينا كل هذا الخراب كل هذا التصرب من كل عشرة يدخلون المدرسة الابتدائية ستة يتصربون وأربعة يكملون المتوسطة واثنين من عدهم ولا يكملونه وبالتالي يوصل للثانوي من العشرة اللي يدخلون الابتدائية ما يوصل غير واحد منتهم هذا الكلام مهيب أن تعلم من تكذبون وجاء رئيس ما يسمى رئيس مجلس النواب أيضا يضيف إلى هذا الكلام الفارق يعني ما قاله ضرورة دعم قطاع التربية والتعليم ورفع كفاءة هذه المؤسسة التي تطلع بصناعة المستقبل الله أكبر كلام صحيح طيب من يعني ما أنت رئيس مجلس النواب أنت من تشرع القوانين وأنت من ما تدعون نوابك وتدعون تخلهم قوانين وتدعمون قطاع التربية والتعليم أعلى ما يمكن من تخصيصات خصصة للتعليم في العراق منذ عام يعني 2003 لحد الآن لا تزيد عن 5% و 6% بينما للميليشيات وللقتل والمذرف منه والجيش والسرقات والنهب 30% و 25% وهذا التعليم اللي يبني البلد لا تتجاوز 2% و 1% و 3% أعلى نسبة هي 5% والبلدان الآن تضع في موازناتها كل المبالغ الكبيرة للتعليم لأنه تعرف من وراء التعليم هو هو الأساس فأنت تتحدث عن من أو تتحدث مع من أنت تحدث مع الشعب أو تحدث مع مجلس موابك و أنت مسؤول عن تشريعات هناك عملية إبادة للتعليم تجريف للتعليم لأنه كلما كلما استطاعوا أن يجعلوا المجتمع جاهلا أميا كلما استطاعوا أن يحكموا أكثر تزداد مدة حكمه هذا هو هذا هو جوهر حكمه لذلك تجيل الناس الآن بعدما كان العراق بشهادة اليونسكو العراق خالي من الأمية في ثمانينات القرن الماضي الآن أكثر من عشر ملايين أمي في العراق هذه كارثة كبيرة وهذا العدد يزداد وخلال خمس سس سنوات أكثر من نصف الشعب سيكون من الأميين كيف سننهض بهذا البلد كيف سننهض العراق هذا العراق العظيم المناهج التي توضع مناهج يعني مصابة بكل الأمراض اللي جان العليه اللي جان طائفية اللي جان تابع لي أحزاب تضع فكر طائفي ومخرب ومدمر وممزق للمجتمع ويقبلون به يسمحون لجهات حزبية وفاسدة ومشتبطة بإيران بفتح مدارس ومعاهد وجامعات وكليات وهي مجرد مشاريع تجارية ليس لها علاقة بالتعليم بالعكس هي غايتها تخرب التعليم ومن ضمنها حتى كليات للطب يضعون وزير التعليم العالي هو ميليشياوي شهادة مشكوك بها وزارة التعليم العالي نفسه كانت لا تعترف بالكلية التي يقول أنه تخرج منها فكيف ذلك التعليم الحقيقة هي مر في أسوأ حالاته وكل يوم نسمع اعتداء على هيئات التدريسية المعلمين أي واحد درجات ابنه بنته معرف منه يخش يضرب طلقات ويستخدم السلاح ويقتل ويضرب ويبصف والمعلم لا حوله لا قوة لا به ما عنده أي قدرة وهناك محاولات لإنهاء التعليم العملية التعليمية بشكل كامل كل الخطوات التي تجري في العراق هي لإنهاء العملية التعليمية وبالتالي تتسأل نفسك عن أي احتفال يتحدثون احتفال بعيد المعلم أي معلم الذي تحتفلون بعيده وأنتم يعني تجرفون التعليم اللي هو هو الإطار الذي يجمع كل المعلمين وكنا سابقا كل الأجيال السابقة تقف للمعلم احترام وهيبة والمعلم كان أساس بناء كل شيء ما لأسف الشديد يعني هذا ما يجري في العراق وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير والتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة